السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هشام واليوم سنتحدث عن تقنية خطيرة ورهيبة من المستقبل موجودة في النسخة الصينية من أجهزة هواوي و اونر التقنية هذه تمكنك أن تستقبل أو تتصل بالإنترنت من غير حتى لا يكون لديك شريحة اتصال ولا متصل بالواي فاي فمكنك استخدمها في السفر أو حتى في البلاد التي انت فيها كما ترى في جهاز OMV 30 Pro سيضع فيه شريحة اتصال ولكن سترى العالمين في شريحة ثالثة افتراضية وكتوب عليها 4G فالشريحة هذه موجودة اصلا في الجهاز built in وتقدس تستخدمها للرومنج وتقريبا تقنيات غير موجودة الا في أجهزة هواوي و اونر على حسب علمي لو مشان نحن لإعدادات الجهاز شبك الجوال وإدارة البطاقات هتلاقي ان جهازي فيه بطاقتين طبيعي يعني جدا انك انت تلاقي جهاز فيه بطاقتين او شريحتين ولكن لو تنزل تحت هتلاقي حالي اصلا بيانات التجوال الدولي ويقولك ان جهازك متصل بالانترنت بشكل افتراضي من خلال خدمة سكاي تيون ولكن قبل ما نبدو فيديو هذا ياريت 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 تدعم القناة بالاشتراك وايضا تفعيل الجرس وما تنسووا شديد الانترنت ومن غير ما اطول عليكم لنبدأ فهذا عنا جهاز اللي يصلني من الصين الجهاز طبعا ما فيه شيء لا شفرة ولا شريحة ولا شيء وحندخلها الان ونشغل الجهاز وحنشوف انه ممكن نقدر نوصل الانترنت من غير لا يكون عنا لا شفرة ولا حتى اتصال بالواي فاي والتقنية هاي طبعا تعتمد علي حاجة اسمها OTA sim يعني ان هي sim او شريحة افتراضية موجودة داخل الجهاز ممكن تستخدمها للتجوال او للروامنج التقنية هاي مفيش علاها معلومات كبيرة في الانترنت ولكن هذا على حسب البحث المتوضع اني قمت به اضط انه التقنية هاي اسمها سكايتون طبعا كتطبيق في ال اونر في 30 برو ولكن تعتمد على ال over the air sim او السم او الشريحة الافتراضية وبيش ما يزعلوش من الناس خلينا نغيروا لغة الجهاز الى اللغة الانجليزية لاني في بداية قناتي في اليوتيوب كنت يعني نتكلم حيانا باللغة الانجليزية المصطلحات او حتى الجهاز يكون باللغة العربية وكنت نلاقي في العديد من الانتقادات خلينا نغيرها للغة العربية وانا اشرح لكم كيف تشغلوا البرنامج هذا وانا على فكرة وطيارات وفنادق ومش عارف ايش ولكن تضغط على زي ما انتم شايفين هني عارف ان اني كاني في اليوكي اعطاني وعطاني يوم واحد ولكن هي تلاتين دقيقة باش هني نشري بها الباقات المتوفرة عندهم شوفوا هني حتلاقوا خلينا بس نوضحها شفتوها اللي على اليمين حين فيه مع انه مفيش اي شفرة في الجهاز وايضا الجهاز غير متصل بالواي فاي خلينا نرجعوا لي برنامج سكايتون من جديد ونوريكم كيف تقدروا تشيروا الباقات المتوفرة في التطبيق هذا طبعا زي ما قلنا تلاتين دقيقة هذي اللي اعطيها لك مش انك انت تتصفح بانترنت ولكن انك انت تشري بها فقط الباقات المتوفرة في سوق التطبيق هذا اللي هو سكايتون فعندك اول بطاقة مثلا بطاقة الوان جيجابايت اللي هي تقدر تشتغل لمدة اسبوع وفي اوروبا مثل المتوفرة فين وان جيجابايت واحداشين دولار ايضا ممكن تاخذ العشرة ايام في اوروبا وهذه سعرها تمنتاشين دولار وتعطيك طبعا اتصال بالفور جي طبعا في العديد من البطاقات ولكن خلينا نفترضوا انك انت تبيت شرها تضغط على بعدين تضغط على والدخل بيانات بطاقتك وتشري الباقة طبعا ماش نقدر نديرها للخصوصية فكان هذا الفيديو ان شاء الله يكون اعجبكم وانيبين نسمع رأيكم في التعليقات هل تقني هذه عجبتكم او لا وهل حتخليكم تشري اجهزتكم من الصين بدل المنطقة العربية او لا وسواء كان الرد بنعم او لا ما تنساش داعي بيشير ليك وسبسكرب ايضا الى التابعاتي تويتر فلسبيك وانستغرام وشكرا جزيلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبكم في الله